أهلا بك مريم أنا موجودة الآن في المستشفى الإنجليزي تحديدا في مدينة الناصرة يوم أمس فقط يدور الحديث عن 14 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون الجديد المعروف بقدرته الكبيرة على الانتشار هناك حديث عن بؤرة لانتشار فيروس كورونا من متحور أوميكرون هنا في منطقة الناصرة يشمل أيضا قرية كفركنة مدينة كفركنة وأيضا قرية الريني للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي دكتور أمير إعلامي نائب مدير المستشفى الإنجليزي في الناصرة وأيضا مسؤول أقسام كورونا في المستشفى أهلا بك دكتور أمير أهلا وسهلا فيكو إذن كيف ينعكس بداية هذه البؤرة على المستشفى هنا تحديدا هل تستقبلون مرضى جدد ومصابين؟ عمليا في الثلاث أربع أيام الأخير نحن عم نشوف أنه في إزدياد في نسبة الفحصات الإيجابية بالأساس في خيمة الفحص وأيضا كذلك الأشخاص اللي بيجوا على المستشفى على قسم التوارئ من ناحية عوارد تنفسية جزء منهن يسرح على البيت وبعدين يتضح أنه عمليا هن مصابين بعد ما ناخد منهن فحص البي سي آرد وتطلع النتيجة إيجابية للأسف كمان كان فيه مبارح فتح لقسم الكورونا مجددا مع شخص اللي موجود بحالي حرجي اللي استقبلناه في المستشفى حتى يتم علاجه عن طريق مش جهاز تنفس الإصطناعي ولكن هو بحاجة لأكسوجين وبحاجة لعلاج بالنسبة للفيروس الكورونا بالنسبة للأوميكرون بعده مش معروف بالظبط إذا هو من فصيلة الأوميكرون اليوم ممكن ينعرف الإشي أكتر أو لا ولكن لا شك أنه اليوم نحن نلاحظ ازدياد موجود على أرض الواقع للأسف جمعة الأعياد هي جمعة مباركة ولكن مباركة أيضا بتواجد كثيف للأشخاص حد بعد وبتجمعات ملحوظة وهذا الأشي رح ينعكس على نسبة الفحصات الإيجابية في المستقبل للأسف إحنا موجودين في واقع شوي صعب اللي بحاجة أنه إحنا نتعايش معه ونأخذ كل الحظر تبعنا في الأيامات القليلة القريبة بالأساس بليلة رأس السنة الهلالة اللي معروفة أنه فيها كثير تجمعات اللي بحاجة أنه نأخذ كل خطوات الحظر اللازمي والوقاية حتى نقدر نبرأ هذه الليل وما نبني سلاسل عدوة نتقل معنا للسنة الجاي بشكل كبير ما الذي يمكن أن نفعله فعلا وأنت تحدثت عن الأعياد أعياد رأس السنة الميلادية وهي تقريبا أمامنا في يوم الجمعة القريب عمليا مفضل جدا أن يكون التجمعات العائلية في البيت تكون تجمعات بأعداد صغيرة ما يكون فيه أن أعداد تتعدى عشر أو عشرين شخص موجودين في نفس البيت حتى يمكن العشرين شخص عدد كبير ولكن نتفهم الحاجة للواحد أنه ينبسط بهذه الليلة تعيد ولكن إذا قيمت هذه التجمعات على الأقل يكون فيه إجراء لفحص بي سي آر خلال 48 ساعة قبل العيد يعني نحكي على اليوم عمليا يكون فيه معنى فحوصات سلبية حتى نتأكد من سلامة جميع الموجودين وما يكون فيه إصابات في هذه الليلة أو نقطع سلاسل العدوة قبل ما يكون فيه عندنا الاحتفال في العيد التهوئة هو عنصر مهم جدا مع النطق الساعة ولكن مهم جدا يكون فيه تهوئة بأل بالغرفة هذا إشي اللي من شأنه أن يساعد يقلل عدد الإصابات الموجودة بالإضافة لأنه كل يوم شخص عنده شعور ولو بسيط جدا في نزلة بردية أو في عوارد تنفسية قليلة جدا يروح يتم إجراء الفحص ويمتنع عن تواجده في أماكن اللي فيها أشخاص بالأساس كبار السن ارتداء الكمامة هو إشيء أساسي ممكن كمان مش عيب أنه الواحد يعيد مع كمامة هذه نقطة مهمة جدا لسلامته الشخصية ولسلامة غيره ننساش أنه بش بس كورونا موجودة بحياتنا كمان فيروس الانفلونزا الكمامة بتحمي أنه ينتقل لأشخاص ثانين طيب هناك حديث عن ربما عدم تجديد التقييدات بالنسبة للحجر الصحي لمن خالطوا يعني مصابين بمتحور أوميكرون وأيضا لمن عادوا من خارج البلاد إزالة هذه القيود كيف لها أن تؤثر خصوصا هنا في منطقة الناصرة التي يعني تشهد تفشي جديد لهذا المتحور لهذا المتحور بحسب المعلومات الواردة من وزارة الصحة طبعا كل التغييرات بتصير بناء على دراسات وقراءات اليوم موجودة نحن نعرف أنه منتحور الأوميكرون عشان تكون إيجابي بمرء تقريبا بالمعدل من يوم لثلاثة أيام حتى تقدر تكون إيجابي أقرب أقرب بكثير من متحور دلتة ومتحور ألفة اللي كان موجود قبل فباللحظة اللي أنت شخص متطاعم أو معك عمليا إشارة الخضراء النسبة تبعتك أوتوماتيكيا بتكون أقل لأنك تنعدي من غيرك مع أنه موجودة عمليا النسبي ونسبي مش قليلي ولكن الاعتقاد السائد أنه أغلب الأشخاص اللي بخالطوا هاي الأشخاص بعد ما يرفعوا حالهم بكم من يون هنكشفوا على مريض كورونا بس يعملوا فحص بيكون صار مارئ بالمعدل ثلاثة أربعة أيام الأغلبية الصاحقة فعمليا لما بعملوا فحص عمليا ضغري لما يرفعوا حالهم هنكشفوا على مريض كورونا لما بعملوا الفحص إذا هن سلبيين احتمال أن يكونوا هن سلبيين بالفعل هو تقريبا كتير عالي فعمليا هاي الأشخاص تقدر نكون متطمنين بدرجة عالية إنهن مش مرضى كورونا ولكن بتضل مسؤولية شخصية هي المحور الأساسي هنا عند الكل إنه حتى لو معك فحص سلبي إذا بعد عندك بعد أكمل ساعة بعد يوم أو يومين صار في عندك عوارض مختلفة مهم جدا أنك تروح تجري الفحص كمان مرة حتى تتطمن أنه أنت ما أصبت بالفيروس وما يكون أنه الفحص السلبي الأولاني هو فحص لأنه بعد الفيروس مبين بجسمك طيب نحن نعرف أن متحور أوميكرون يعني معروف بقدرته السريعة جدا على الانتشار يعني هو على ما يبدو يضرب نفسه بأربعة خلال أيام قليلة ولكن بالرغم من ذلك غير واضح حتى هذه اللحظة كم هو خطير على صحة من يصاب به كيف يمكن تقييم الوضع تحديدا هنا في مدينة الناصرة من وجهة نظرك عمليا إحنا نطلع على الموضوع من ناحية نسبة يمكن يكون أقل بس إذا نأخذ مثال بسيط جدا إذا نقول أنه هو أربعة من المئة من الأشخاص اللي بمتحور دلت القديم اللي كان موجود سائد أربعة بالمئة بيكونوا صعبين يعني من كل مئة شخص أربعة رح يكونوا بحالة صعبة إذا بالأوميكرون هقلب خمسين بالمئة يعني كل تنين رح يكونوا من مئة بس إذا أنا عندي اليوم ألاف الإصابات رح تكون موجودة فعمليا أتنين هاي مظبوط نين بالمئة أقل من أربعة من المئة نحن نحكي على أرقام افتراضية ولكن الإعداد الألاف اللي ممكن تكون رح تعمل في المجمل لعدد النهائي يكون كتير عالي وهذه الأشخاص ممكن تضطر أنها تفوت على المستشفيات ويكون في ضغط على النظام الصحي فأي نعم أنه نحن في تفاؤل معين في كل العالم أنه هذا الأوميكرون عم بنشر بسرعة أي نعم ولكن أقل حدته من باقي الأشخاص مع أنه هاي القراءات العلمية بعدها مش مدروسة 100% ولكن هاي الشيء اللي عم نشوفها واحدة من الفرضيات اليوم أنه هاي النسبة أقل لأنه الأشخاص اللي عم بيصيبها هاي أشخاص متطاعمين والشخص المتطاعم نحن نعرف أنه محمي من الإصابة في أمراض لهيقاسية أو وصول لحالات الوفاة فكمان ممكن نحن نكون عم من غلط حالنا شوي لازم يكون في قراءة فقط على الأشخاص الغير متطاعمين اللي نصابوا بالأوميكرون نشوف شو عمليا مدى تأثيره على الجسم حتى نقول أنه هو أقل عدواني من غيره نتأمل أن الوضع يظلوا هيك نتأمل أن المستشفيات تقدر تصمد أمام الأعداد هاي كلياتها حتى نقدر نوازن الحياة العادي نعيشها في ظل التفشي اللي رح يكون فيه للوباء نحن اليوم عارفين أنه المعادلة الصح أنه نقدر نتعايش مع الفيروس مع المسؤولية الشخصية مع المسؤولية تبعية الوزارة ولكن في نهاية المطاف إذا نحن نشل اتنين مع بعض مع جهاز صحي سليمي اللي بيقدر يعالج كل هاي الحالات نحن نقدر نمرأ هاي الموجي بأقل ضرر ممكن ولكن المفاجآت ما زالت قدامنا نحن نحكي عن الفيروس اللي صلنا بس شهر نعرفه القراءات اللي قدامنا بحاجة أنها تكون مدروسة أكتر غير كافي ولكن بسيط الأمل موجود في نهاية المطاف القوانين اللي حكيناها بعدها موجودة ارتداء الكمامة التباعد الجسدي التطعيم ثم التطعيم ثم التطعيم اليوم صرنا نحكي كتير في هذا الموضوع اليوم هذا صار موضوع طابو معروف أنه اليوم الشخص المتطعيم حتى لو أصيب في المرض بطلنا نحكي اليوم ممكن كان غلطة أنه الناس بالأول فكرت أنه 90% من الأشخاص بطل ينصابوا بالمرة بالعدوى ولكن اليوم نحن نصر نعرف أنه عن نسبة كبيرة هاي حتى لو انصبت أنت الهدف تبعنا في نهاية المطاف مش أنك تكون سلبي للفيروس أننا بدنا كاشية تصل للمستشفى بالأخص الأجيال اللي هي عندها أمراض مزمنة والأجيال المتقدم في السنة شكرا لك دكتور أمير علامي نائب مدير المستشفى الإنجليزي ومسؤول قسم أقسام الكورونا هنا في المستشفى الإنجليزي إذن مريم نحن على أعتاب عيد رأس السنة الميلادية هنا أيضا في مدينة النصرة التي تحتفل أيضا في هذه الأعياد وهناك توصيات بالتعامل حسب التعليمات وزارة الصحة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة هنا من مدينة النصرة إليك مريم ترجمة نانسي قنقر